من جانب آخر أطلقت إدارة شرطة المنطقة الشرقية بشرطة الشارقة مؤخراً خدمة مباشر التي تتيح للمتعاملين التواصل المرئي مع المدير أو المسؤول في الإدارة دون الحاجة للحضور إلى المقر تفاصيل الخدمة مع مجد السويدي لطالما سعت إدارة شرطة المنطقة الشرقية بشرطة الشارقة لتطوير خدماتها المقدمة للجمهور لا سيماً متعلقة بشأن الاجتماعي ومن بين تلك الخدمات خدمة مباشر التي تتيح للمتعاملين التواصل مع المسؤول أو المدير في الإدارة عبر الاتصال المرئي ساعية بذلك لتسهيل معاملاتها على مختلف فئات المجتمع تم إطلاقها بهدف أولاً تعزيز التواصل مع المتعاملين بشكل خاص كبار السن وأصحاب ذوي الهيمة والأشخاص الذين يتاقون صعوبة في التواصل مع الإدارة والهدف الثاني تسهيلاً عن المراجعين بحيث بإمكانهم التواصل مع المعنيين في الإدارة سواء من مدير الإدارة أو نائب مدير الإدارة أو رؤساء المراكز بالاستفسار عن المواضيع المتعلقة بالخدمات وكذلك المواضيع المتعلقة بالقضايا وما شبه ذلك خدمة مباشر وغيرها من الخدمات الذكية تسهل التواصل مع الجمهور وتقلل من الازدحام داخل مراكز الشرطة كما أنها تسعى للوصول لأكبر مستوى من رضا المتعاملين بالنسبة للخدمة نحن أطلقناها لوجود متعاملين يزورون في بعض الأوقات يرغبون في مقابلة المدير المدير يمكن يكون في اجتماع أو يمكن يكون في مهمة خارج المبنى فيصاب عليه العودة مرة أخرى فوفرنا عليه أنه يرجع مرة ثانية وأنه يطلب الخدمة عن طريق الاتصال المرئي ويتواصل معه ويشرح للمشكلة التي كان حاب يطرحها لها بوجود المدير إدارة المنطقة الشرقية أكدت أيضا أن شرطة الشارقة حريصة دائما على توظيف القنوات الذكية في خدمة المجتمع وتمكين أفراده من إتمام معاملاتهم بكل سهولة ويسر بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة الذكية خدمة مباشر منصة ذكية تعزز الارتقاء بالخدمات المقدمة وتحاقق سعادة ورضا المتعاملين لأخبار الدار مجل سويدي من إدارة شرطة المنطقة الشرقية